السلام عليكم ورحمة الله اللهم ذكرني ما نسيت واحفظ علي ما علمت وزدني علمه اللهم خرجنا من ظلمات الوه واكرمنا بنوري الفهم وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي واليوم رح نتكلم عن اليونت العاشر او شابتر العاشر واللي هو يتكلم عن شلون الأسئلة والأجوبة والسوالفهم طيب قبل لا نبدأ هذا الأمر أكفت شغلة مهمة دائما أريد أشرح لكم إياها وهيا دائما أنسال عنها شلون أكون السؤال باللغة الإنجلي طيب أخوان بهاي الوحدة احنا رح نتكلم عن صيغ الأسئلة طبعا أولا احنا لازم نعرف الأفعال المساعدة هسا آني دائما بالأفعال المساعدة عندي do و does و is و are و am was و where و have كل هذان اللي قدامكم هذاني أفعال المساعدة حلو هذاني أفعال المساعدة طيب أفعال مساعدة فأني مثلا من عندي tom will be here tomorrow رح أصير will tom be here أخلي فعل مساعد بالبداية you have been working hard مضارع تام خلي الهاغ بالبداية إذا عنده we play football أو they play football do they play حسب الزمن اللي عندي وإذا أنت ضعيف بالأزمنة فأنا شارح كل الأزمنة تقدر تعيدهم تشرحهم تشوفهم يعني عادي مو مشكلة طيب الآن إذا إذا أجاني ask question أو make question طيب شلون أحل هذا السؤال نجي على الخطوات أولا يقول يجب حفظ جميع الأدوات السؤال واستخدام كل الأدوات الملاحظة الأولى لازم كل الأدوات تحفظها حتى تقدر تحل هذا السؤال الملاحظة الثانية نحدد الذي سوف نسأل عنه هل هو مكان هل هو زمان هل هو اسم شخص عاقل هل هو فتشيء جماد هذه الملاحظة الثانية إذن بالبداية أنا أعرف كل الأدوات أعرف الwhere للمكان وين للزمان وhow many للعدد المعدود how much للكمية الغير معدود الهو للعاقل الوات للجماد وإلى آخره هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية أعرف الشيء اللي أنا لازم أسأل عنه يعني مثلا يعني أنا مثلا الأستاذ جار لي خط جوه كلمة مثلا yesterday إذن هاي زمن مثلا in the university أو the at the university إذن هذا مكان حلو خطوة الثالثة نختار أداة السؤال حسب الشيء اللي أنا أسأل عنه والله أنا عرفت yesterday إذن الخطوة الثانية أختار ال when حلو الخطوة اللي وراها الشيء اللي أنت تسأل عنه أحذفه الشيء اللي أنت لازم تسأل عنه تحذفه حلو واتطبق هاي القاعدة اللي هي أداة السؤال زائد الفعل المساعد زائد الفاعل زائد فعل رئيسي والتحميل مثال على ذلك طبعا بس ملاحظة مهمة أنه ال who ال who أسرح نقل I'm a found somebody who did I'm a found اللي هو أداة السؤال وال did اللي هو الفعل المساعد حسب ما موجود بالقاعدة والاما الفاعل والتكملة والفعل الرئيسي اللي هو عندي سنبدي حذفتة طبعا ليش نحذفه لأن إحنا أصلاً شيء نسأل عنه طيب هسرح نأخذ أمثلة أخرى مثلا عندي مثلا علي wrote the lesson علي كاتب الدرس راح يصر الحال who wrote the lesson هي هاي اللي أردق لكم عليها أنه ال who ال who إذا الخط موجود جو الفاعل علي علي هسان قاعدة أسأل علي هاي الجملة لذلك حذفته علي وحذفت طبعا قالوا في wrote ترسل من كتب الدرس طيب ليش سويتها روت لأن هي أصلاً روت زين إذا كان listen هو اللي أنا سأل عنه الحجر راح يختلف راح أستخدم what what did علي write ماذا كتب علي هي راح يصر الحال أنا عندي who's who's معناها لمن مثال على ذلك it is my book who is this book طبعا هالجملة يعني هذي خط مطبعي راح أصير who is who is it the book who is the book I want to the luxury yesterday طبعا السؤال هس عن luxury where did you go yesterday where did you go طيب اختارين where فعل المساعد go فعل رئيسي you الفاعل عفوا you قبل go يعني راح يصير where did you go yesterday where did you go المشكلة هذا الملف هو أصلا كان بالعربي وأنا طبعته خط يدوي فصارت خربطة يعني تقدم وتأخير يعني الحل الصحيح راح يصير where did you go yesterday ليش خلينا where did you go حسب القاعدة اللي أنا ذكرت توني that سؤال فعل مساعد فعل فعل رئيسي تكمل طيب جاني سؤال عن yesterday شون أكون سؤال راح أقول when did you go to the luxury متى ذهبت إلى المتجر وإلى آخره وإلى آخره طبعا وهي أيضا أمثلة أخرى ناخذ عن طبعا الhow بمعنى عن الحال how many how much أيضا هاي الكلمات why لماذا which أي how do they get here from new york by bus by باس هذا جواب قصير طبعا إذا أريد الجواب طوير رح أقول they come by bus جوا من خلال الباس جوا من خلال الباس حلو طيب إذا كان السؤال مثلا على سبيل المثال بصيغة أخرى how do they respond كيف يعني وإجانة فعل هنا اللي هو كيف هم يعني استجابوا by smiling من خلال الابتسامة أو by refusing من خلال الرفض by agreeing من خلال الموافقة by إذن الby ممكن يجي وراها اسم يعني فد شيء يوصلك هاي واحد أو فد شيء فد فعل how do they respond by smiling by smiling يعني حسب الشيء اللي أنا راح أسأل عنه فمثلا إذا كان عندي بالسؤال مثلا على سبيل المثال how do they find their way around the camps شلون شافوا وشلون لقوا طريقهم هذا السؤال راح أقول with a map بالخارطة إذن يا أخوان لما تريد الجاوب لازم تنظر للسؤال استاذ أنا ضعيف بالمعاني معاني ضعيفة يا أخوان هاي قدامك هاي الكلمات وقعد أحفظهم وقعد ترجم وحفظ وانا مترجم لك يون هسا وقعد أحفظ هسا استغل هاي وقتك استغل هذا وقتك إذا كان الجواب how do they like coffee شلون يحبون الكوفي نقدر نقول black ونقدر نقول I like coffee هذا جواب الطويل إذن هاي الكلمات جدا مهمة يا أخوان how do you speak to your students slowly and clearly إذن شلون انت تجاوب لطلابك وتتتكلم مع طلابك ببطئ شون يتصرفون politely إذا حفظت كلها إلى أسئلة وحفظت معناها وحفظت الجواب مالتها أضمن لك تجيب درجة كاملة بالامتحان أنت تريدني أنطيك عصة صحرية مثل بعض أساتذة مع احترامي للكل يقول لك إذا أجاك هاي سو هاي إذا أجاك هاي سو هاي هاي الأفكار بالابتدائية لما تريد تجيب 50 أما هسا فأنت راح تصير أستال راح تخرج جيل جيل كامل معتمد عليك أنت لازم تتعلم صح على مود تقدر تتعلم صح ولازم تحفظ كلمات هاي أستاذ الحفظ إلى دور نعم حفظ الكلمات وحفظ المعاني وحفظ الجمل يساعدك بشكل مو طبيعي على فهم السؤال وعلى جواب وعلى فهم السؤال وعلى جواب طيب الآن أكو ظروف شادة وسحنا عندنا هذا مثلا أي كلمة تنتهي بل هي ظرف ولكن أكو كلمات هي ظروف وهي شادة مثلا عندي كلمة فاست هاي ظرف عندي كلمة سلو هاي ظرف عندي كلمة هاد هاي ظرف وعندي أربع ظروف عندنا باللغة الإنجليزية ما تحتوي على أغلب الظروف هسه هو الظروف بشكل عام يا أخوان الظروف بشكل عام هي لها أكثر من نوع عندي ظرف مكان عندي ظرف زمان أوكي الظرف اللي يسمونه منر آدفير بظرف الحال تبه علي يا زين آدفير بوف منر أو منر آدفير ظرف الحال هذا دائما ينتهي بألوى بمن ينتهي ينتهي بألوى حلو ولكن أكو أربع كلمات لا تنتهي بألوى وهي الفاست والإصلا والهاد والوال أعيد مرة أخر الظروف باللغة الإنجليزية كثيرة جدا الظروف باللغة الإنجليزية كثيرة جدا منها ظرف المكان ظرف الحال وإلى آخره الظرف اللي إحنا قاعد نتكلم عليه الآن اسمه آدفير بوف منر أو منر آدفير واللي هو ظرف الحال هذا ظرف الحال دائما ينتهي بألوى مثلا صفة كوكلي بسرعة كيرفل كيرفلي هذا اللي كلهم بهن آدفير بوف منر ظروف الحال اللي هي تصف الحال تصف الشيء تصف حال الشيء طيب بس أكو حالات شاذة وذن يلازم ينحفظ نحفظ مثل اسمك مثلا الـ جيد يصير لك well الـ هارد هي هارد هي سلو وعندك الفاست هي فاست يعني استاذ أنا أفهم من كلامك أنه هذني هذني الكلمات مثلا فاست بفاست هذني نفسهم هن بالصفة وهن بالظرف نعم كلامك صح فمرات يكونن صفة ومرات يكونن ضرف الساقود هي صفة well هي ظرف hard hard slow slow fast fast عندك كلمة careful هاي صفة شونا سويه ظرف حط لها الوي بس عدنا ذني حالات شاذة لازم نحفظ حالات شاذة لازم نحفظ ايضا عندك كلمة هنالك بعض الكلمات التي تنتهي بالواي لا تعتبر صفة هنالك بعض الكلمات التي تنتهي بالواي ولا تعتبر ظرف هذني حالة خاصة كلمة تنتهي بالواي بس هي مو ظرف حالات شاذة دانا هسنا اخذنا كلمات fast وصلا هذن كلمات هنو ظروف بس ما بيهن الواي حلو وايضا عندي ظروف عندي كلمات بيهن الواي بس هنه مو ظروف مثال على ذلك عندي كلمة friendly و lovely و manly هنه كثيرات بس نركز على ذني هس اللي احنا نشوف هنه هسا قدامنا ذني كل هنه حتى homely ugly lonely هذني كل ذني الكلمات بيهن الواي بس هنه مو ظروف هنه صفات اخوان خلينا يعيد مرة اخرى من البداية حسيت شوية يعني صارت اكو كركبة بالموضوع انا عندي adverb of manner شنه يعني adverb of manner يعني ظرف الحال شنه يعني ظرف الحال هي اي كلمة تصف الحال وغالبا ما تنتهي ظروف المنر ال adverb of manner بل وي حلو يعني اي ظرف ينتهي بل وي نعم بس اكو حالات خاصة حالات شاذة اللي هي ال fast والslow والهارت هذني هذني ما بيهن الواي بس هنه ظروف زين بس ذني شنه ذني بيهن الواي بس هنه مو ظروف ذني لازم نحفظ هين هذني لازم نحفظ هين نكتب ملاحظة مهمة اخرى نكتب ملاحظة ذني كتبنا على ذني ملاحظة ذني هنه بيهن الواي بس مو ظروف كلاب كتبنا اكيد اكيد كتبنا عاشت ايدكم ننتقل الان الى موقع الظروف رح نتكلم الان عن موقع الظروف نكتب ملاحظة جدا مهمة جدا ان ظروف الحال تمتلك خاصية الحركة بمعنى بمعنى ان ظروف الحال منر لها القابلية على التحرك كما تشاء الظروف تتحرك بكيف عدها واسطة عدها معارف بالانجليزي عندك جورج اكيد لغتها بشكل حبة متدرج بعدين قال لك جورج حبة حبة حسن درجته حبة بعدين قال لك حسن جورج انجليزيتا حبة 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 وإلى آخر نطيكم مثال آخر فتش أحمد الغرفة بعناية بعناية فتش أحمد الغرفة الغرفة أحمد فتش الغرفة بعناية مرة حطيناها بالبداية ومرة بالوسط ومرة بالنهاية يعني معنى هو هو لأن الظروف تقدر تتلاعب بيها بدون ما يتغير المعنى بدون ما يتغير المعنى الآن عندي كوستن فريزيز والهو احنا نعرف ان الهو بمعنى يعني كيف ولكن مني اجي وراها فتكلمة يتغير معناها وذاني لازم نحفظهم how old يعني كامل عمر how well يعني شون يعني كيف الشيء يعني أو كيف ذلك الفعل how well does he speak English شلون يحشي انجليزي هو يعني how far يعني كامل بعد how long ago يعني شقد صار وقت مضى يعني how much كامل كمية و how often يعني كام مرة وعدنا ايضا how many يعني كامل عدد وعدنا how often ذكرنا هاي how often يعني كام مرة how often does he write his parents write to his parents احنا من ننسى انه اداة السؤال دايما وراها فعل مساعد وورا الفعل المساعد عنده الفاعل وورا الفاعل عنده الفعل الرئيسي وتكمله وهاي القاعدة لازم تنحفظ بعد ما اعيدها يا اخوان كافي زين مرات السؤال يجوية تكمله مثلا how many foreigners students كم عدد الطلاب الاجانب كم عدد الاخوان جقد المعدل هسا هذني تراكيب لازم نحفظهن يعني كم عدد الاجانب يعني بمعنى انه انا من عندي اداة سؤال اقدر اضيفلها اسم معين كم عدد الناس how many people do you like how many friends do you have how many brothers اذا هاي اذني how many وهو طبعا هاي يعني كم الطول او كمل مع ارتفاع يعني خلينا نقول الطول او المعدل هسا how many others مو معناها كم طول المعدل يعني اشقد معدلك طيب اذا ما يحتاج عيد النوب بعض الهمني اذا ممكن ياخذ وراهن فالتكمله معينه اذا استاذ ذني شونا نسجد احفظنا احفظ الامثلة ذني وشوية شوية راح تتعود من تحفظ الامثلة احفظ المعنى بالعربي على مود تستوعب على مود تستوعب الان اكتب لي ملاحظة يمك كلمة how often قد يجاب عليها بظرف كلمة how often دائما ما يجاب عليها بظرف نجاب عليها بظرف يعني طيب كتبت الملاحظة مثال على ذلك how often does bill go كم مرة يذهب الى rarely نادرا maybe twice يعني ظرف حتى هذا ظرف يعني ظرف زمان او rarely نادرا هذه كليتين يكون اذا how often غالبا ما يتم الاجابة عنها بظرف زمان او في التكرار شيء معين وهو ايضا مرتب بزارة